اشتركوا في القناة اصطلح العبد على مولاه وعاد الابق الى خالقه العبد اصطلح وعرف انه رب هو الذي يرزقه وهو الذي يعطيه سبحانه الله العظيم فابو حازم لما كان في المسجد الحرام هارون الرشيد دخل قال هذا ابو حازم قال نعم اقترب منه عايز يخدمه السلام عليك ابا حازم قال عليك السلام امير المؤمنين ورحمة الله اما لك حاجة الينا قال امير المؤمنين استحي ان اطلب من غيره وانا في حرمه عيب ده نجو الحرم فهارون الرشيد انتظر خرج من الحرم صار خلفه ابا حازم اما لك الينا حاجة قالها امير المؤمنين استحي ان اطلب وانا في مكة عيب هنا البلد الامين ما ينفعش انتظر هارون حتى غادر مكة متوجهة الى المدينة مش يراه شو العز يا ابا حازم اما لك حاجة شو من يتودد لمن ايه الشجاعة دي ما شاء الله عليكم الله هو ادي ده قلوب قوية ما الامام ما لي فيها المهم يا حاتم الاصم يصلي بالناس العمود وقع كمل الصلاة على رجل المهم ما علينا يقول لك ده حاتم مش عبد المعبود المسكين المهم فالمهم خرج وراه قال له اما لك حاجة قال يا مير المونين يبدو قد تأييه وراه بالاسئلة بالاسئلة في ايه احاجة من حاجات الدنيا ام من حاجات الاخرة فتمس مهروه قال له اما حاجات الاخرة انما يملكها رب عند الله الحمال يا عمد دي جنة ونار دي ما حاجات الدنيا قال والله يا امير المؤمنين اذا كنت لم اطلبها ممن يملكها فكيف اطلبها ممن لا يملكها اذا كان الدنيا انا ما طلبتها ممن يملك وسبحانه وتعالى لو يعطي الدنيا يعني يعني لأي انسان لك افر المفاجر المفاسر مش قضية ولكن يعني تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادة والعاقبة لمن للمتقين الله ما اجعلنا منهم يا رب بسم الله اي انني التجئ اليك يا رب فالاله يعني يقولوا ايه اله الفصيل بامه العرب يقولوا كيف الفصيل اللي هو الايه الجمل الصغير اسمه ايه فصيل الجمل الصغير اسمه فصيل فاله الفصيل اي الالتصق فانا انا بقول بسم الله يعني ايه انا التصقت بفضلك يا رب وبرحمتك يا رب وبقدرتك يا رب فانا كبير لانك اذا كسبت جانب الله فما فقدت شيئا واذا فقدت جانب الله فما كسبت شيئا الله ما اجعلنا نكسب جانبك يا رب العباد سبحانه بس نكسب ايه بالطع وبعدين ايضا كلمة اللي جاي من كلمة ايه لاها لاها يعني ارتفع لاها البحر يعني ارتفع البحر فانت كأنك ايه ترتفع بذكر الله عز وجل تصل الى هذا المستوى بسم الله لفظ الجلالة الله في اسرار عجيبة اولا لو ان كافر او غير مسلم حب يدخل الاسلام وقال لا اله الا الرحمن لم يدخل الاسلام بعد لا اله الا الرحيم لم يدخل الاسلام لا اله الا القادر اي اسم من التمانية وتسعين الباقين لا يصلح لدخولي الاسلام لازم يقول ايه لا اله الا الله ليه قالوا لفظ الجلالة الله فيه عجب لو حذفت الألف انت كل الباقي لله لله ما في السماوات وما في الأرض ولله ينود السماوات والأرض صح طب احدف اللام له ملك السماوات والأرض صح ولا لا طب احدف اللام الباقية هو لا إله إلا هو سبحان الله فكل حرف يدل على الخالق سبحانه وتعالى هذا اللفظ بالذات وهو الذي لا يستطيع أحد أن يتسمى به حتى لما أراد مسيدمة أن يتسمى به يسمى نفسه رحمن اليمامة فأطلق عليه على مر الزمن مسيدمة الكذاب مع أنه يمكن ربما أنت لا تعرف اسم أبيه صح ولا لا صارت هذه الصفة لأنه ادعى شيئا لا يجب أن يدعيه أحد ما حد يطرح كده في الكون قال أنا اسمي الله لا أبدا سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم رب العبادة عز وجل كتب الرحمة على كل شيء ورحمته أن رزق بعض الذين يهتمون بك شيئا أو جزءا من رحمته فلولا هذه الرحمة ما حملتك أمك تسعة أشر وتحملت ربنا أعطاها بالعكس ده هي بتدعو رب العبادة أول ما تتزوج والأهل هي يسألوا خير يا رب إن شاء الله يكون في حمل بإن ربنا يرزقهم بالذور يصل كل قلق وهي تبقى إيه ما شاء الله عليها أول ما تحمل تعبانة لكن تدل بمن إيه بمن حولها نفرض وقت زوجها إيه ما حملت إذا عشرين سنة عاطر هي تمشي كده وبطناء أمامها قال يعني إيه إيه خلاص إيه حوت يعني أمير المؤمنين في بطناء خير وبركة لكن فخورة فخورة بيذلك ورغم تعبها لكنها إيه مبسوطة سبحانه لولا رحمة الله عز وجل بهذه الإنسانة إيه اللي يخليها تتحمل هذه الأشهر التسعة بكل ألامها لا تقدر تلام على جنبها ولا تقدر تعمل كذا ولا تقدر تنحني وتصلي وهي جاعدة سبحان الله وتأتي ألام الوضع وأثناء الوضع سبحان الله من شدة الألم تقول أنا مش أحمل مرة تاني أبدا ولا هنجم مرة تاني أبدا وما تشوف الولد سبحان الله بيفكي بين يديه وشكله جميل سبحان الله وتقول الله بقى إن شاء الله عايزين يا ربي سهل ونحمل مرة أخرى لا إله بس إيه بصورة رحمة بصورة رحمة رغم الألم ورغم الأسى ورغم الولد يتعبها سبحان الله فكل هذه الرحمات سبحان الله من فضل الله سبحانه وتعالى ولذلك الحتة اللي نقص عندنا عند زوجاتنا الولد والبنت من الشهر السادس يبدأ الذاكيرة بتاعته تعبأ فتجد الغربيات يكلمنا ما في بطونهن كلاما علميا قصص وحكايا لو دخلت على واحدة أجنبية ألمانية أو فرنسية والمجنونة لكن علميا الولد يركز ولما يولد هم يحببون في القراءة الولد يبع عنده شهرين وثلاثة فتح الكتاب مصور وتحكيله حكايات صادقة أنت لو راجعت أسلوب حياتك تجد أنك تعمل أعمال لو علمتها زوجتك لطلبت الانتصال ولو علمها ولدك لم احترمك ولو علمها أبوك لقال إن هذا ولد ما ربيته أحسن تربية ولو علمها الناس ما وقروك كما يوقرونك لكن من كرم الله وهي صورة الرحمة الرحمن أن من فضل الله عز وجل ستر ذنوبنا بيننا وبينه ولا يعلمها إلا ملك السيئات فقط بس لا يعرف ذنوبي إلا الله ثم ملك السيئات كتبه فقط وأنا أجلك وأحترمك وأنت تجلني وتحترمني بقدر ما ستر الله ذنوبي عنك وستر ذنوبك عني ولذلك من كرم الله تكبيلة للرحمة أن لما ندفن المتوفة وفي صحيح مسلم قفزت نفرت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ويمر بجوار البقيع فكادت أن تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوقها قال الصحابة يا رسول الله نفرت البغلة وساء خلقها قال ما نفرت وما ساء خلقها وكيف لا تنفر ويتسمع مقامع الحديد في القبور أطت السماء وحق لها أن تأط يعني ثقلت دنافيها ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إذن البغلة سمعت إيه مقامع الحديد فمن ستر الله أن عذاب أهل القبور لا يسمعه يسمعه كل الكائنات تسمعه كل كده معدى الثقلان اللهم الايه الانس والجن عارف لو سمعناك كنا نعمل ايه يعير بعضنا بعض واحد قاعد كده بقاعد يقول أنا عمي معالي الوزير رحمة الله عليه قلت لك ايه ولا عمك ولا خالة أنا ماشي اليوم جنب المقابر وسمعت مسكينه سبحانه الله من سطر الله أنت اللي شوفت عذاب عمه ولا شوفت هو في رحمة ولا في عذاب فمن كرم الله أن أغلق علينا رب العبادة رحمة منه رحمة منه فمن ضمن الرحمة أنه سبحانه أقول لك شيء تصور لو كانت للذنوب رائحة من يجلسه بجوار من انت تقعد جنبي وانا أقعد جنبك أبدا من الله من ستر الله ومن رحمته أنه ليس للذنوب رائحة وإلا كان الحياة لا تطاق صح أولا لا ترجمة نانسي قنقر من رحمته أن كل الكون مسبح ولكن لا نفقه ولا نسمع وإن من شيء إلا يسبحه بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه سبحان الله طب بالله عليه أنا لو سمعت تسبيح الكرسي اللي هقعد عليه ده هجي هقعد عليه يقول إنا لله وإنا إليه رجب لا أقعد لو جيت أشرب الماء يقولي لا حول ولا أخوة أنا ليس أشرب صح ولا لا لا الأشرب لو الثوب هلبسه يقولي لا حول ولا لا إله إلا أنت سبحان الله فمن كرم الله أن الله أخفى عنا تسبيح المخلوقات حتى نستطيع الحياة تجد رحمة الله السمك اللي في البحار لو خياشين فلو كل لو رأتين كالك تنتفخ السمكة فتصير أكبر من الحوت فيصير البحر عبارة عن أمواج من اللحم لكن هي تأخذ الاكسوجين الذائب في الماء عن طريق الخياشين فتظل في هذا الحجم لو كبرت لا إله إلا أنت سبحانه سبحان الله فيين من رحمة الله في منابع النيل عند هضب الفكتوريا في جنوب في وسط أفريقيا منابع النيل في نوع من التماسيح يسرع إلى أنيابه التسوس ويطلع التمساح من البحيرة ويتشمس فيه نوع من عصافير لا تستطيع أن تطير أكثر من مئتين متر بقدرتها وبالتالي لا تستطيع أن تبحث عن رزقها بعيدا فالتمساح يطلع يعمل يتشمس يعني تحت أشعة الشم ويفتح ثمه وتيجي القبرة والعصفور الصغير هذا يقف على فكه الأسفل وبمنقاره ينظف له المأكلات اللي حوالين إيه أنيابه من فوق وبعدين أنيابه من تحت وبعد ما ينتهي فضيلة الدكتور العصفور هذا طبيب الأسنان الألمعي هذا سبحانه الله يطير بعد ما يطير يولق التمساح فهمه وينزل إلى الماء وصارت أسنانه وأنيابه نظيفة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا هذه رحمة لا مش رحمة سبحان الله المعيشة التكافلية ثعبين السمك ثعبين السمك ده عجيبة تهاجر من جميع شواطئ العالم إلى مكان هناك في المحيط الأطلسي معروفة عن علماء البحار ويتم التزاوج بين الذكر والإناث وتطلع الذرية الجديدة وتهلك الأباء والأمهات من طول الرحلة تعود الصغار كل يعود إلى المكان الذي كان فيه أبوه وأمه إلي من شاطئ أفريقيا يروح أفريقيا لن شاطئ أسيا يروح شاطئ أسيا إلي من شاطئ أوروبا يروح شاطئ أوروبا من الذي دلها سوار رحمة الله سبحانه وتعالى سوار رحمة الله الله أكبر ولك أن تتخيل كل سوار رحمة الله بالله عليك أحيانا يجي لك أرق تليز وجتك تقول لك يا أخوي أعمل لك شوية نعناء أعمل لك شوية مش عارف مهدئ تاخد قرص مهدئ أبدا ليه مسيطر عليك الهم والهم إذا سيطر على إنسان أزعجه على طول فورا أنت وليا رب اللهم أهدي ليلي وأنا معيني يعني سبحانه الله بإخلاص دنيا كده تنام إن شاء الله لأن صاحب الهم لا ينام الله يرضى عليك جوحة رايح جاي في الغرفة رايح جاي رايح جاي زوجته قالت ما لك جرنة له عندي مئة دينار وحانت دين الصباح هيطلبني في صلاة الفجر فأنا مش عارف أعمل إيه قالت البسيطة زوجة جوحة لبست سريعا وخرج نصف دقيقة ورجعت قالت الخرص نام أنام إزاي لأنه لما رحت بلغت جاهرك قلت له الدين بتاع جوحة متى؟ قال له الصباح قال له هو جوحة ما عندوش عشان يعطيك هو اللي يقلق وأنت نام هو يقلق على دينه سبحان الله فنقرت الدين إلى إيه؟ إلى الدين بس أنت لو رحت للبنك وقلت له الكلام ده والله ولا يمشي معاك كرم ده كل سبحانه ده العسكري وغدك من لا تدخل نفسك في ديون خليك حر عندك خمسة انفق أربعة دخلك ثلاثة انفق اثنين لكن عندك تاخد خمسة تنفق سبعة حلاص إن إياك وجهد البلاء قال وما جهد البلاء يا رسول الله قال أن يحمل المؤمن نفسه ما لا يطيق ما تشتغلش عند حد أنت بتعمل عند البنك عندما تقترض منه كل أموالك ريح له طب ليه؟ يا أخي عيش على جدك إن شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يبارك في القليل لكن اقنع بما آتاك سبحانه العزل في القناعة أنت حر طالما قناعت وذليل طالما طمعت أنت بتطلع في سبحان الله ونحن نتبارى في أفراحنا وأحزاننا ومنظرتنا سبحان الله العظيم لا نحن نريد أن نكون قانعين بما آتانا ولذلك عمر الله يرضى عليه ليه عبد الرحمن بن عوف جاب لحم من السوق ما هذا يا ابن عوف قال له لحم منه اشتهيته فضربه عمر بالدر قال يا ابن عوف يا لكع أكل ما اشتهيته اشتريت وكل ما الواحد اشتريش ايه يروح اشتريه وذلك انت أولادك في البيت كل اللعبة موجودة في السوق عنده وذلك عندما تحب تعاقبه لا تعرف أن تعاقبه تعاقبه بايه ما كل شي عنده لعنده محل لعب أطفال الولد وعنده محل ملابس والكارثة في زوجاتنا الولد مولود صغير محمول تشتري له عزقر النعز أو حذاء هو لا يمشي بس يعز المنظر حذاء له مركة معينة عشان تعمل ايه تعود نقصا عندها هو الولد مدرك ده عنده شهر تنبيسي حذاء وهذاء ايه من نوع خاص بتمر هذه عقد الايه عقد المحروم سابقا أو عقد الناقص عقلا لكن العاقل يجيب الشيء اللي يعود عليه بالفائدة وبعد الف الرفاهية خطر الف الرفاهية دي ان يتعود الإنسان ان يكون مرفا في كل شيء شيء خطير اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم والأيام دول اللي حد ما يعرفش من اين يأتي الخطر ولكن احمد الله على نعم الله الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة وذك يا رحمن الدنيا ورحيم الاخرة ليه رحمن الدنيا لان في الدنيا بيرحم المؤمن وغير المؤمن لكن في الاخرة لن يرحم الا ايه الا المؤمن اللهم اجعلنا ممن ترحمه من دنيا واخرى يا رب العالم طيب يا سي بسم الله الرحمن الرحيم عندما تقرأها تجد ان الجنب والحائط لا يستطيع ان يقرأ القرآن لكن هل يومنا عمد البسملة فالبسملة لا تسقط عن انسان ابدا في الاكل عليك بالبسملة في اللباس عليك بالبسملة في الخروج من البيت عليك بالبسملة يقول علماؤنا على بابك يقف ملك وشيطان كل واحد معاه راية فانت خارج رايح المسجد رايح العمل رايح تقضي بين متخصمين رايح صنة رحم تظلك راية الملك وانت تقول بسم الله الى ان تعود رايح في طريق اخر سبحان الله العظيم العبد لما يتوب علامة التوبة الحقيقية انه لما ييجي رايح المكان اللي فيه شر يغلق امامه باب الشر يعني انت رايح تسهر مع صديق لك يعني بتعمله شيء مش طيب تروح تلاقي ابوه مات هو وريده انكسرت زوجته طلبت منه الطلاق يعني المم مصيبة عنده بحيث غلق الباب اللي انت ايه هتسعى معه في الشر فاذا رأيت ان ابواب الطاعات فتحت لك وانت لا تسير نحوها وان ابواب المعاصي غلقت في وجهك وانت تسير نحوها فاعلم ان رب العباد سبحانه وتعالى قبل توبتك علامة قبول التوبة ان تتحول مرارة الطاعة الى حلاوة وحلاوة المعصية الى مرارة تاني ايام المعصية المعصية عند صاحب المعصية لها حلاوة او لا لا السجارة عند المدخن اغلى من زوجته اغلى من ابنه صاحب الله لان الان لم يدخن مخي طير صاحب الله مدمن رب نعفيا رب فعنده هذه عنده هذه حلاوة المعصية الاخر المدمن مشاهدة الخيبة اللي على الشاشة يقلب من قناة لقناة ومن اغنية الاغنية ومن فيلم ودماغه طير في الخيبة سبحان الله هذه بالنسبة لابنه حلاوة او مرارة في هذا الوقت حلاوة لكن لما يتوب الى الله ويغض البصر ويبتد القرآن يخاطب قلبه يبتد مجالس العلم تدعبه عند اذن بفضل الله عز وجل يجد ان لهذه الحلاوة بتاع المعصية اصبحت لها مرارة اصبح لا قبلها لا يقبل مجلس الايه قال يحيى ابن زكريا يا رب ان رأيتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمة تنعم بها علي لما تلاقيين رايح من اهل الخير رايح عند اهل الشر ابقى اعمل لي حادثة عشان ايه لا اذهب لان عشان يغلق في وجهك باب الايه المعصية حلاوة المعصية اذا انقلبت هذا نصف التوبة النصف الثاني ان تتحول مرارة الطاعة الى حلاوة زمان كان المؤذن يؤذن الفجر تلجوم يا ابو فلان الاذان طبعا عشان العيال العيالة شوك تصلي الصف يا حرم اشكتي ده فيه ذنوب لا يكفرها الا الساعة المعيش انا تعبان انا مرهق انا نمي الساعة ثلاثة ده انا يقول لها انت مش شايف انا صهران قدام الفيلم لغاية الرابحة صباح التبوية وده برضو ده برضو منطق دي ايه مرارة الايه مرارة صعبة عليه يقول لها هجوم واتوضى واره على الشيخ ويصلي وبعدين لا انام سبحانه الله العظيم ولذلك الشيطان عندما تنام يعقد عند رأسك ثلاثة عقد ويضربك على رأسك ويقول نم عليك ليل طويل فاذا استيقظ المسلم حلة عقدة فان توضع حلة الثانية فاذا قام ليصلي حلة الثالثة فاصبح نشيطا ولذلك الموظم على صلاة الصبح لما ييجي مرة في الشهر ولا كل شهر كل شهرين ثلاثة مرة فضيع عليك صلاة الصبح يعيش مكتئب طول اليوم الآخر ولا تفرق معه لانه ما شعرش هذا الشعور يقول لك مكتئب دي هو في ايه ما احنا عام وانت شايفنا نشرب الخمر ما احنا كويسين ما احنا مؤمنين ما احنا شاهدنا لله بالوحدنية ده انا حجيت سنة 1930 طو بعدين يعني وعد ما احجيت سبحان الله فاذا عندما تتحول عندك حلاوة المعصية الى مرارة ده نصف التوبة نصفها الاخر ان تنقلب عندك ثقل الطاعة ولذلك لما تدخل في الالتزام وفي الاستقامة الشيخ يقرأ اربع ايات يقول يا الله لو كملهم سبعة لو خلاهم عشرة يطوق عايز تقول ليه بدأت تتذوق ومدام تتذوق حلاوة الطاعة هذا دليل على قبول توبتك هذا يعني حوامان كده سريع حول البسمرة لابعي عيشنا مع مقدمة للتفسير وعيشنا مع اسرار من الاستعادة وعيشنا اليوم مع شيء من ما في البسمرة وسوف نأتي لهذا الكلام ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا باذن الله بعد العيد الاطحى وبعد الحج ان شاء الله نلتقي هنا ايضا ان شاء الله لنكمل او نبدأ في تفسير سورة الفاتحة ثم البقرة ثم ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا نسأل لها سبحانه ان يتقبل مننا ومنكم فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا بعده تفرقا معصومة لا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة اللهم افك القرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واغد حوائجنا وحوائج المحتاجين رب لنا اولادنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحة واغفر لمن مات من اهدينا يا اكرم الاكرمين اجعل هذا البلد امن المطمئن لنا وسائل بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين وصلى الله لسيدنا محمد واري وصحبه وصحبه جزاكم الله خيرا وشكر الله لادارة الثقافة الاسلامية بوزارة الاوقاف بالكويت على ما تصلع ولا تنسوا من صالح الدعاء ونستدعوكم الله الذي لا تضيع دائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته